قرار الذي كثر من بينكم وهذا أمر مؤصف رحبوا به يدعو إلى ما يسمى وقف إطلاق نار إنساني فوري وبالتالي أسألكم اليوم ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني وقف إنساني فوري للناس؟ هل هو ست ساعات حتى يدخل المياه والغذاء إلى غزة؟ لا لأنه في كل يوم تيسر إسرائيل دخول أطنان من المياه والغذاء إلى غزة هل هو وقف إطلاق نار لأيام ثلاث حتى تصل الإمدادات الطبية والوقود؟ الجواب هو لا فالشاحنات المحملة بهذه الإمدادات تدخل غزة بتيسير من إسرائيل في كل يوم ماذا عن وقف إطلاق نار لأسبوع من أجل إجلاء المدنيين الجرحة؟ لا فهذا يحصل كذلك في الميدان مع مستشفيات ميدانية وكذلك سفن ومستشفيات جوالة تيسر إسرائيل كل هذه الجهود إذن أسألكم ماذا يعني وقف إطلاق النار الإنساني هذا؟ ما من شيء من هذا القبيل هذه كذبة وهذا تمويه عن الحقائق وقف إطلاق نار هو وقف إطلاق نار لإنقاذ الإرهابيين نحن لسنا أخبياء هدف هذا القرار هو أن يضع حد الحرب ضد النازيين من حماس وأعتذر على الكلمة أنتم لا تأبهون بإسرائيل وبمستقبلنا إن إنهاء وقفا لهذه الحرب يعني أن ندير ظهورنا للرهائن ويعني أن تواصل حماس حكمها في غزة وأنا لا أفهم ثمانية عشر عاما من الاضطهاد من القمع في غزة بحق الفلسطينيين وحفر أنفاق في أرضنا وكذلك صواريخ عشوائية ألاف وألاف تمطر على المدنيين من الإسرائيين ألم يكون ذلك كافيا لكم؟ ما يؤمنه وقف إطلاق النار هو مستقبل للجهاديين الإباديين هؤلاء ما يدافع عنه القرار هو حماس فقط لا تخبئوا نواياكم خلف ستراتكم الدبلوماسية وكلماتكم وقف إطلاق نار إنساني هذا القرار هو أجندة مشوهة على الأقل أوضح ذلك ليكون ذلك واضحا للدول الأعضاء جميعها هدف هذا القرار هو أن تبقي حماس في السلطة نقطة على السطر ولأولئك الذين ربما قد نسوا دعوني أذكركم من هم هؤلاء الإرهابيين المتوحشين لأنكم ربما كان بإمكانكم أن تقولوا شيئا آخر في القرار ربما أن تدعوهم إلى أن يسلموا أنفسهم أو نطلقوا صراحة رهائن عندها كانت الحرب تنتهي غدا صباحا لدى حماس اليوم جريمة الأخطر وهذه الجمعية حتى غير قادرة على أن تذكر حماس بالاسم هذا جبن لكن الآن ومع إطلاق عدد من الرهائن بدئنا نسمع القصص الفضيعة والرهيبة لما عانوه مزارع تايلندي من الرهائن قال أن الرهائن الإسرائيليين كانوا يعذبون بالكابلات الكهربائية إيطايرا جير 18 عاما قص أنه بعد أن أخذ رهينة أجريت عليه عملية من دون تخدير وأخته مايا التي أصيبت في رجلها قبل أن تخطف وكان العظم قد انكسر وعيدة تكيبه